أقدمت جبهة النصر على تصفية مسؤول التصفيات في داعش أبو بكر الرقاوي والرقاوي البالغ 30 عاماً هو من قتل المؤهل الأول في قوى الأمن الداخلي زاهر عز الدين في ساحة الجمارك بعرسال أمام ابنته بعد أن أصدر حكم الأعدام بحق عز الدين بوصفه مفتيا داعش عرف بأبو بكر الرقاوي نسبة لبلدة الرقة السورية كما عرف أيضاً بأبو هجر وأبو عائشة إلا أن اسمه الحقيقي حسين محمود علي وهو يتولى سلة الوصل مع قيادة داعش في وادي ميرا في القلمون السوري وفي الرقة السورية ومن أبرز مهامه الإرهابية قتل المخبر عز الدين مسؤول عن الخلايا الإرهابية في عرسال تفجير مقر هيئة العلماء المسلمين مقتل قتيبة الحجيري تفجير آلية للجيش اللبناني في واد عطا له دور بارز في اشتباكات عرسال تسلم العسكريين المخطوفين من خاطفيهم وسلمهم إلى داعش المشاركة في تفجيرات الضاحية وأطلاق صواريخ على قرى الهرمل التخطيط الاختيالي أبو طاقية الاتصال بأهالي العسكريين لابتزازهم وقد ظهر في أحد الصور يضع سكينا على رقبة أحدهم